الخير يا بحوات التريلة فين يا حربي؟ موجودة يا باشا موجودة في الحفظ والسوق هي فين؟ تسلبني فلوس المعلمة نشرح الأول؟ التريلة تكون عندك هنا في غمضة عين بتتشرط علي يا حربي؟ ما عاش ولا كان اللي تشرط عليك يا باشا بس ده كان اتفاقنا من الأول يعني واللي أوله شرط أخره نور سلمني الفلوس أسلمك التريلة على طول ها؟ فين الفلوس بقى باشا عشان يعني ملحق نمشي على طول فين؟ ايو عن طربيق هات الشيك من رشوان بيه؟ مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص رشوان؟ تدي له الشيك يا رشوان تحت قام بساعتك هو عزان بيه معاكو في اللعبة دي؟ خليك في حالة ومينك يا دعا المحترم اللي أول فينك؟ ملكش صالح الشيك عن طربيق فلوسك ولو إن يا باشا كنت تفضل يعني إن الفلوس تبقى كاش بس مش مشكلة مقبولة منك عن طربيق التريلة فين؟ حالة نهدئ ثانية واحدة والتريلة هكون قدام عينيك قَذْتَ موسيقى شفت بقى باشر ان حرب المهدي قد كلمته ها تريلا بالحديد قدام عنيك زي ما قلت لك اهو عداني لعبوا هزحانة ها هاك السلام عليكم نستمع عندك دوهو خلصوا عليهم يا رجال سان يا رشوان قبل ان نخلص عليهم نتأكد لأول ان الحاجة كلها في العربية برعي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجة اللي في العربية موسيقى 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 خايبة دي طولة عندك في الحارة هناك إنما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هامو قد منك له واللي يلعب لعبة مع الكبار ماهوش قدها لازم أخرته تبقى كده كده عن طربيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب العني يا حديد صدقني غصب العني رشانبي رشانبي ها لقيت الحاجة؟ لا لا يعني إيه لا ولكن لا خاليس زيه كلام ده بيه ده لا يعني إيه مش موجود مش موجود يا باش لا يعني إيه مش موجود مش عارف في المي بضاعي حرب؟ ما الحديد أباشا قدام عينيك في التريلا هون حديدي ايه؟ لابس عليك على البضاع التانية بضاع التانية؟ بضاع التانية ايه بقى زين وكان في بضاع تانية في التريلا ايه بضعب ايه انا باشا اولا ما عرفش حاجة عن موضوع بضعب تانية دي خالص انت هتسوق الهبل عشيطان ايه لا منك لو الله يسامحك يا باشا الله يسامحك هتقول البضعب فين وايه اللعب ولا يا باشا هتعملوك فينا ايه اكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي ايه هتموتونا مرتين انت هتتكلم ولا افرغ ده في تماغك لو عملتها بعمرك ما يتشم البضع دي تاني يبقى افرغوا في تماغك صاحبك اتكلم يا حاربي راشوان دي مجنون اسمح الكلام يا حاربي وقول لحاجة فين واعت انت يا حاربي الراجل ده مجنون وكده كده هي مواتنا يبقى نموت يا احنا ويموت هما بحسرتهم على البضع اللي عمرهم ما يشفوها من غيرنا كده يا حلو يبقى انت كده جبته لنفسك راشوان هتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تلزوهم ماشي يلا يا اخوي يلا حبيبي يلا يا خفيف اطلع خوش خوش يا حبيبي خوش اسمح يا ابن انت هو احنا عارفين البضاعة معاكم قلونا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما خليش حد يمسوكم بسوق طب وإن لي ادمن؟ انا هديكم كلمة شرف شوف يا باشا حكاية كلمة شرف دي ما يتاكلش معانا لمعارزة بس انا هريح قلبك على اخر البضاعة عندنا وفي الحفظ والسوق عندكو؟ عندكو فين؟ ما تنتقد منك لو بدى المجال اتشلكو طب لازميتها ايه طب طلت اللسان دي؟ اسكت ترى شوان يا عادل جيه دول ما يجوك اخرط خلط اخرط 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 اه يا حربي مولتيش البضاعة فين؟ بضاعة عند واحد صاحبنا يا باشا ومعاه جواب صغير لو احنا مرجعناشها بالادان الفجر هيسلم البضاعة بالجواب للبوليس والجواب ده بقى في كل حاجة عن البضاعة واسماء اصحابها كله يا باشا بتقال يا باشا يعني انت ما تحبش ان البوليس يتدخل ما بيننا وما بينك نخلي الطبق مصطورة احسن يا باشا مش كده قولي يا باشا خدوهم على برا ومحدش يقرب لهم لغات لما اخرج لكم يلا يا خانت هو كل بالك يا باشا انا مش مسؤول على ما هيحصل لما مرجعناش قبل اعدان الفجر ماشي يا حبيبي يلا يا خويا يلا يا باب يلا يا حبيبي يا عم يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم اقو بعدين يا عدلبي هنتصرف ازاي دلوقتي يا جماعة انا شاف انتو تسوقوا البضاعة دلية انا هقطع من جسمهم حتك لغاية ما يقروا ويقولوا البضاعة فين المسألة مش عافية يا رشوان دول عيال صيعة مهما تعمل فيهم مش هنتقو بكلمة خلاص روحهم بقت في البضاعة ده خير الجواب اللي معا هيودوني بي في ستين دهية جوابت بس اللي انت بتتكلم عليها يا عنطر ده كله تهويش في تهويش غفرط بقى حقيقي المسائل اللازم تتاخذ بمنتهى الحرص صح صح يا عدلبي احنا كنا فاكرين انهم مش عارفين حاجة عن البودرة طلعوا انهم عارفين وفاهمين وعملين حساب كل حاجة ايو احنا عشان كده لازم نعمل حساب كل حاجة يعني ايه نسلم رعابينا لشوات عيال جربيع زي دي ونفضل تحت رحمتهم الموقف بقى متحقت خالص انا هتكلم عن الباشر مسائل ساعة الباشر انا عاسف ان انا عبطس الفوق متاخر زي ده بس الحقيقة يعني في حاجات جدت كان لازم ابلغ ساعات تكبيئة تفتكر هنخرج من هنا على رجلنا عم حارفين على نقنا والله يعملونا صبت مسلح في عمارة فخمة من العمارات دي كلها متفاعل عم زيني متفاعل وبطل تشاؤه بقولك ايه عم مفيد ايه منيش معاك سجارتكين كده عفاره ومان وزيني نفسك هفاك او على سجارة عم ده المحكوم عليه بالاعدام بينفزول واكر الطلبه وعايزه منانية الاثنين فارة كده سجارة واحدة تلوة ولا تبتوشك رزوع ياف بمسك حصلت الموت كمان نفخ هزين نفخ وسبع على الله الله والله يا عم حبي اقوله على الله تمام يا باشا تعليمات ساعتك هتتنفذ بالحرف الواحد مع السلام يا باشا تعليمات ايه اللي الباشا قالك عليها عدل بيه ما تتكلم يا عدل بيه ما تتكلم يا عدل بيه الباشا بيقول ما دام الولادين دون لجوا لعنطر من الاول يبقى عنطر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقة ويرجع البضاعة يا سلام يعني ايه بقى عنطر يمسك الموضوع كل لوحده ده كلام تخريف اشتركوا في القناة